كوكو البنات صفا كي بقيتو مزيان كنتمنى تكونوا باخر والاخير بصحة جيدة ان شاء الله اليوم انتقص معاكم واحد الوصفات جيل البطاطا اللي كتجيزوينا بزاف كتستعمليها الغذاء او العيشاء او كتديريها كتعتها الوليدات هكا في الكوتي ديالهم المدرسة ولا كنتي عكزانها كما عند كيمة طيبة ممكن انك يديريها ومهم سهلة هي ومقادير بصيطة كما كتشوفوا عندي هنا انا اخديت عندي هنا ما يقدر نتعجوش بطاطات كبارين كما ايما انا كنقشرهما البنات كما كتشوفوا كما كتشوفوا كان ناخد هاد الحكاكة هاد هادي ديالي اللي بغيتوا اما اما كديروها في ذاك الرقيقة اما كديروها في هاد المتوسطة ما تديروهاش غير في الغلايضة اللي بغيتوا انتوما انا درتا هنا في الرقيقة باش ان البطاطا طيبلية طيبلية مزيان وتحملية كما كتشوفوا كان بقى نحكا كان ناخد البطاطا ديالي وكنت بقى نحكيها مزيان هكا حتى تتحكي لي هاتوما كيما كتشوفو كتجير قيقة بزاف انا كنفضل هالقيقة انتوما لكم الاختيار باش كأنها كتطيب مني كتطيب كتتتحمر ويدخل هالطياب ديك شاليش انا درس هالقيقة كيما كتشوفو كنكمل انا البطاطا ديالي انا انا احكهم بجوش اناكمل البطاطا ديالي بالحكان ونكملو المقادير كيما كتشوفو من بعد ما نسالي منينا نسالي البطاطا ديالي بالحكان كنجمع هال البطاطا هادي وكنديرها في واحد صفاية باش كيخرج منها واحد الماء هاذيك الماء كرميه ما كانستعملوش كيما كتشوفو كنحاول انني كنعصرها مزيان حتى ازبقالي غير البطاطا بوحدها داك الماء ما كانستعملوش لانهو عبارة عن ماء وناشا في نفس الوقت ممكن البناز هادو تديرو بيهم شي وصفة هديك الماء ديال البطاطا ممكن انكم تديرو بي شي وصفات طبيعية لوجهكم ماشي مشكل كيما كتشوفو كيما كتشوفو منين عصرتها كنزيد عليها توابل اللي هنا عندي واحد المعلقة ديال الفلفل الاحمر كنضيف عليها كذلك واحد نصف ملعقة ديال الملح صغيرة كنضيف عليها كذلك واحد نصف ملعقة ديال ابزار والقليل من الكامون لان الكامون مخصيش نضيفه بزاف لانه يبشي بشي ما يحلر ليش ذاك البطاطا ديالي وطلق لي المرورية بالنسبة لبناز المكوين اللي كنزيد عليها كنزيد واحد ملعقة كبيرة ديال الدقيق وكسبقه على حسب البطاطا اللي درتونتوما والمقدار اللي درتونتوما كيما كتشوفو كنزيد هنا واحد شوية ديال المعدنوس كنبقى نجمع ذاك التوابل كنخلطهم مع بعدياتهم هكا حتى سينسجمونا مع بعدياتهم هاتم كما كتشوفو دبن المكوين اللي هنزيد عليها هنزيد عليها واحد البيضاء اه بالنسبة انا انا المقدار ديالي هو انا بيضة واحدة كافية كنخلطها كام زيان حتى سينسجمليا مع ذاك البطاطا ومع ذاك البيض من بعدها البنات كناخد واحد الميقلات اللي خصها تكون ضروري ما تكون ما كتلصقش لانا لا 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 درتوشي ميقلة كتلصق اتلصق لكم وما تبغيش تنود كما كتشوفو كناخد بحال هاد الميقلة عندي انا ما كتلصقش ندرت لها واحد شوية ديال الزيت ودبع انا انضيف انا نكبها على ذاك الميقلات انضيفها هكا وكنحاول اناني نقرسها انا نقرسها غير بيدي بحالي كنقرس شي حرشة هكا كننرققها وكن نديرها على كننفرشها على ذاك الحجم ديال الميقلات وكنحاول اناني نجمع لها ذاك الجنيبات مع بعدياتهم كيما كتشوفو وانو بالنسبة للنار كان وضحها على واحد النار ضعيفة بزاف كان نغطيها بعدها وكان وضحها على واحد النار ضعيفة بزاف من بعدها البنات ما طابت ليا كيما كتشوفو كنخليها التحمر مزيان حتى حتى كنت تحمر كنحسبي انها طابت من التحت صافي كنقلبها بحال هاتطريقة هدي كنجمع لها ذاك الجنيبات وكنقلبها كيما كتشوفو بالنسبة قبل من ولي رجحها على تانية كننطبعه كيما كتشوفو كنحاول اني نسرحو على جميع الجوانب بالنسبة للبنات هادي هادي اكلا كتجيزوينة بزاف وكتحسي بحال انكي كتاكلي البيتزا هاكاك بالبطاطا كتجيزوينة بزاف كيما كتشوفو كناخد هنا عندي واحد شوية ديال الطون كنا نصرحو معه بضل الابعضياتو مهم انتوما بالنسبة للمكونات كيبقى لكم الخسير ديرو اللي بغيتو انا زدت هنا كادلك عاوتاني الفروماج ضفت هنا واحد شوية ديال الفروماج محكوك انتوما كيبقى لكم اللي بغيتو ديرو كاشير ديرو فروماج ديرو غير فروماج بوحدو ديرو غير طماطم وفروماج مهم انكم انتوما كيبقى لكم الخسير اللي عندكم فضر ديرو صافي البناس كنغطيها وكنولي نقصلها البوطة وكنخليها تطيب على خاطر خاطرها من بعدها البناس ما كتطيب لي أنتم ما كيفاش كتجي كتجيزوينها بزاف ذاك الفوروماس سايح عليها وأن الماضاقة رائع كما كتشوفو كنحاول أنني نهزها وكنحتفو حط بيصل هكا كما قلت لكم ممكن أنكم تقدموها للعشاء تدروها للعشاء أنكم تدروها الغداء خفيف أنكم تعطيوها لوليدات يديوها معاهم المدرسة باش يتغدوها كتجي سهلة ولا أكلة سهلة سريعة كما كتشوفو كتجي مختال فوز وينا أنتما كما كتشوفو ناخد لكم واحد القطعة كي كتجي طيبة الأهم لبنات هو تخليوها الطيب على خاطرها حتى سيدخلها الطيب باش لازر بتعليها معا جيكم شم زيانة خليوها أنا كنصحكم تخليوها أنها الطيب من زيان عاد أنها تدار نفوقها الفروماج وهذا الشي كامل باش أنها تاكلو شي حاجة اللي طيبة كما كتشوفو كي كتجي بحلق بيزة ديالي أو البيزة ديالي كما كتميتوها كتجي زوينا بزاف كنت من الصراحة تعجبكم الوصفة وكنت الناس اللي شافت القناة أول مرة كنت منت تابون معنا ودعملنا باللايك وتبارتاج إلى فيديو وشكرا على المتابعة ديالك ترجمة نانسي قنقر